اهلا وسهلا بكم عزيزي طلب الطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في أولى حلقتنا في مواد التصنيع الغذائي نرجع نذكر ابناء الطلبة احنا نتعمل من الصف الثاني رحلين للصف الثالث مجال التصنيع الغذائي فانتخذت اربع مواد في الصف الثاني ان شاء الله هتدرس معنا والتعلم معنا ثلاثة مواد في مجال التصنيع الغذائي في الصف الثالث معانا مادة العجان والمخبوزات معانا مادة الصناعات الغذائية معانا مادة أيضا حفظ وتصنيع اللحوم ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة أولى حلقاتنا في مادة حفظ وتصنيع اللحوم مادة حفظ وتصنيع اللحوم هي مادة من المواد المهمة جدا في مدال التصنيع الغذائي ودائما بقول لكل أبناء وبناتنا الطلبة وكل مشاهدين أن مواد التصنيع الغذائي من المواد الشيخة جدا والممتعة لكل متابعية لأنها مواد تدخل في صلب الحياة سواء في عمليات الأكل أو عمليات التداول أو عمليات الشرب أو عمليات الشراء أو عمليات الحفظ أو عمليات التغزين كل ما يخص تقريبا المواد الغزائي وبالتالي دائما بنقول أن المواد العملية لزي مواد التصنيع الغزائي بتعتبر من المواد المهمة التي يستطيع الطالب فيها أن يحصل أعلى الدرجات بل ممكن الدرجات النهائية وبالتالي لانه عنده جزء عملي وجزء نظري وغالبا الجزء العملي بيكون من ما يأتي داخل المنهج او ما يأتي او يراه في المعمل او غالبا كمان حتى بيراه اما في التداول في الاسواق او في المنزل عنده زي ما هنشوف حتى في مواد التصنيع الغزائي في أولا مادتنا النهاردة مادة حفظ وتصنيع اللحوم تعتبر اللحوم من المواد سريعة التلف قد بالك من اللي نقوله ده اللحوم من المواد سريعة التلف نظرا لارتفاع محتوىها المائي وايضا وجود جزء كبير جدا من الدهون والاحماط الامينية المتمثلة في البروتين وبالتالي بيرتفع فيها بشكل عالي جدا الاس الهايدروجيني وبالتالي يجب علينا ان نتعامل معها بشكل جيد جدا وبالتالي تم تأسيس لها فروع كثيرة من ضمنها فرع حفظ وتصنيع اللحوم ولذلك احنا قلنا دائما في الاول حفظ وتصنيع اللحوم لان انت هتعرف الاول ان ممكن احفظ اللحوم على الشكل الحي بتاعها واتدولها بهذا الشكل او احاولها الى منتجات وبالتالي يستلزم دائما عمليات حفظ قبل عمليات التصنيع تعالوا تعرف مع بعض كده على الوحدات السلاس الاولى اللي ممكن ناخدهم في الترم الاول الوحدة الاولى لقالبا بتتكلم زي ما احنا شايفين مع بعض كده على الشاشة على تعريف اللحوم وسائل النهوض بالصروة الحيوانية اللي هو الدور المبزول من الدولة علشان اقدر ارفع قطاع حفظ وتصنيع اللحوم ايضا لازم تتعرف على انواع اللحوم وبالتالي بديه يجب ان تعلم القيمة الغذائية للحوم ده تقريبا كده محتوى الوحدة الاولى وجزء مهم جدا في نهاية الوحدة وهي عبارة عن الزبح السليم والادماء الجيد وتقسيم الزبائح لبا ده كده اجتمالا بالوحدة الاولى تعالوا مع بعض كده نشوف الوحدة التانية الوحدة التانية بتضم بقى التغيرات هنعرف ان احنا لما بنعمل عمليات الزبح في اللحوم بيحدث بعد التغيرات سواء الطبيعية او الفيزيائية او الكيميائية على اللحوم بعد الزبح وبالتالي لازم نعرف التلت مراحل التي تمر باللحوم سواء قبل الزبح او اثناء الزبح او بعد الزبح للحوم ايضا مهم جدا نتعرف على الصفات الظاهرية والصفات الحسية للحوم وايضا المواصفات القياسية للحوم ده محتوى الوحدة الثانية في مادة حفظ وتصنيع اللحوم تعالوا نشوف مع بعض كده محتوى الوحدة الثالثة ومدام احنا ماشيين مع بعض بالتسلسل فبتعرف في الوحدة الاولى تعريف اللحوم وايضا بتعرف انواع اللحوم وقيمة الغذية للحوم ثم نعمل عمليات زبح للحوم وبتعرف التغيرات اللي بتطرق على اللحوم والصفات الحسية والظهرية للحوم وايضا المواصفات القياسية للحوم فبالتالي بعد هذه العمليات بيتم عمليات حفظ للحوق على رأسها طبعا طرق الحفظ سواء القديمة أو الحديثة اللي من ضمنها يأما التبريد أو التجميد أو التدخين أو التعليم بيدخل معانا التكفيف والتجفيد والإشعاع من الطرق الحفظ المستحدثة هي مش حديثة أوي ولكن هي زاد زمن ولكن احنا بنقول لي فيه طرق تخليدية لعمليات الحفظ اللي هي مرتبطة بدراجات الحرارة سواء المرتفعة أو المنخفضة على رأس المرتفعة طبعا عندنا البسطرة وعندنا التعقيم والمنخفضة طبعا موودة عندنا التبريد والتجميد دي بيتسميها الطرق تخليدية لحفظ اللحوم أما الطرق الحديثة بداية من عمليات التكفيف ثم عمليات التجفيد أو الحفظ بالإشعاع ده كده ملخص السلاس وحدات اللي احنا ندرسه فيه الترم الأول لمادة حفظ وتصنيع اللحوم تعالوا مع بعض بقى نرجع لي الوحدة الأولى ونشوف الوحدة اللي هو مكوناتها إيه وبالتالي عايزين نعرف إيه الهدف من دراسة الوحدة الأولى الوحدة الأولى بتتكلم عن تعريف اللحوم تتكلم عن القيمة الغذائية للحوم بتتكلم عن وسائل النهود بيأسروة الحيانية بتتكلم عن الزبح الجيد والإدباء الجيد أو الزبح السليم وجزء من مواصفات اللحوم وبالتالي يبقى عندنا أهداف لتدريس تلك المفردات في الوحدة الأولى تعالوا نشوف كده مع بعض إيه هي الأهداف اللي أنا معرض لها أو اللي أنا عايز أوصلها لأبنانا وبناتنا الطلب واحد أن يعرف الطلب تعريف اللحوم والمدميع التي تنقسم منها الحين مدامنا نتكلم عن اللحوم بلازم تعرف إيه التعريف وإيه الأنواع والمصادر بتاعة اللحوم رقم اتنين إنك تدرك الأهمية الاقتصادية فعلا للحوم في مصر اللحوم لها أهمية اقتصادية كبيرة في حياة الشعب المصري بل وشعوب العالم بشكل أجمع من ضمن الحاجات المهمة في أهداف الوحدة إكساب الطالب مهارة الزبح السليم للحيوانات المختلفة لأنه بيجي عليها أسئلة كتير في الامتحانات أيضا من ضمن الأهداف أن يدرك الطالب دور الدولة في تنمية هذا القطاع أو نهوض بيئة صروة الحيوانية تعالوا مع بعض بقى ناخد أول حاجة الحوم ومدام ناخد الحوم عايزين نعرف تعريف الحوم مش عايزك دايما نتاهد فكرة الحفظ أنا بنحاول نفع فلما باتكلم عن لحم فبالله عبارة عن تلك الأنسجة الحيوانية خد بالك سواء النبات أو الإنسان أو الحيوان هو عبارة في النهاية عن أنسجة وبالتالي لما أعرف اللحوم برجعها الأصلها بقول هي تلك الأنسجة وخصص هالأنسجة نباتية لا بالتأكيد بنتكلم عن اللحوم ويناتج من أصل غالبا حيواني فبالتالي أقول هي تلك الأنسجة الحيوانية ما بين قصين لازم تقول الصالحة للاستهلاك الأدم إذا أنا بعرف التعريف بتاعي بخصص هي تلك الأنسجة الحيوانية الصالحة للاستهلاك الأدم بتشمل إيه؟ بتشمل على رأسها الكتلة العضلية الدهون الأعضاء الداخلية للحيوان زي الكبد، زي الكلاوي، زي القلب، زي جزء من الأمعاء وقفل القص بتاعي وقف على كده في التعريف؟ لا وبقول وأيضا جميع المنتجات المصنعة من تلك الأنسجة السابقة ده كده ببساطة تعريف اللحوم هي تلك الأنسجة الحيوانية الصالحة للاستهلاك الأدمي ولازم تقول بتشمل إيه؟ اللي هي عبارة عن كتلة العضلية والدهون وجزء من الأعضاء الداخلية اللي مش كل الأعضاء الداخلية ملاها عمليات استهلاك فبالتالي بخصص الأجزاء الداخلية ومش بقف على كده وبقول كمان وجميع المنتجات المصنعة من تلك الأنسجة ده اسمه تعريف اللحوم تعالوا نشوفوا كده مع بعض بنقول هي تلك الأنسجة الحيوانية الصالحة للاستهلاك الأدمي وبنقول بتشمل ولازم أخصص زي ما بنقول العضلات الدهون الأعضاء الداخلية مثل الكبد مثل الكلاوي مثل الخسطين القلب جميع المنتجات أيضا المصنعة من الأنسجة الحيوانية الصابق زي ما انت شاف على الشاشة ده مجموعة من اللحوم وانا تعمدت ان انا جيب لك صور مختلفة لنوع اللحوم عندك اللحب الأحمر عندك الأحياء البحرية متمثلة في الإسماك عندك الدواجن اللي هو اللحب الأبيض يبدأ دي أول نقطة بالنسبة لنا هي تعريف اللحوم هنتعود مع بعض ان احنا من بداية الحلقات بتاعتنا دايما واحنا بنتابع الحلقات نكون معنا نوت صغير كده مذكرة صغيرة في كل درس واحنا شغالين هنتكلم باستفادة عن الأسئلة اللي هي وارد تيجي في الامتحان النظري أو كمان ممكن نتعرض لها في الامتحان العملي سجل ودون معايا أول سؤال تقريبا بيجي في الامتحان كان هو تعريف اللحوم سؤال آخر بيجي في الامتحان بيقول لي اذكر وسائل أنهوض بالصروة الحيوانية يعني بالمعنى الأصح اذكر الجهود المبزولة من الدولة للارتقاء بصناعة الصروة الحيوانية صناعة مهمة جدا يعني ما يقول لي اذكر جهود الدولة أو اذكر الوسائل للنهوض بالصروة الحيوانية لما يتبادر إلى ذهنك هذا السؤال حاول عشان فيه أكتر من نقطة حاول تتذكر أكتر من حاجة رقم واحد يبقى فيه حاجات خاصة بالبيئة المحيطة بالحيوانات يبقى لو أنا عايز أنهض بالصروة الحيوانية أو الدولة بتبزي الجهود يبقى بالتأكيد الدولة بتبزي الجهود في المنطقة اللي هي البيئة المحيطة ببيئة الحيوان وتحتها هيبقى أكتر من نقطة وبالتالي بس أنا بذكرك بحاجات في الامتحان هتدلك بسهولة على الإجابة يبقى رقم واحد فيه عوامل محيطة بالبيئة بتاعة الحيوان رقم اثنين عوامل محيطة بالحيوان نفسه أو خاصة بالحيوانات نفسها رقم ثلاثة عوامل خاصة بالبنية التحتية أو المصانع اللي بينتك فيها هذه اللحوم أيضا حاجات مهمة زي ترشيد الاستهلاك ووعي المستهلكين للحوم والمقررات الغذائية أيضا يهمنا كمان دور الدولة في محاولة الربط بين البحث العلمي وإما صغار المربيين أو المنتجين في المصانع أنا ببسطها لك عشان لما نقول نقطة كتيرة تحت وسائل النهوط بالصار والحيوانية يبقى أنت متذكر أو حاجة تدلت على العوامل دي فلو أنا جيت مسكت على سبيل المثال العوامل البيئية المحيطة بالحيوان يبقى أنا بتكلم في رقم واحد عن توفير المراعي الخضراء اللازمة للحيوان وكذلك الأعلاف الجافة دي اسمها البيئة اللي بيربى فيها الحيوان يبقى أنا عايزة أوفر للمراعي خضراء مفتوحة وأيضا عايزة أوفر بجانبها علاءة الجافة مدفوعة إن أنا بصنها لها العلف أيضا حاجات مهمة خاصة بالبيئة اللي حوالي الحيوان لأنا لازم أن أوفر الرعاية البيطرية الجيدة لجميع أنواع الحيوانات التي تنتج الحوم يبقى دي حاجات خاصة بالبيئة الحيوان لو قلت حاجات خاصة بالبيئة حاجات خاصة بالحيوان نفسه يبقى على رأسها إن أنا لازم أعمل عملية ارتقاء بيئة سلالات سواء المحلية أو استيراد أصناف عالمية كلهم في مجال تخصصه بحيث أن أرفع من الناتج اللي موجود عنه لأن غالبا مش بس بنعمل تربية اللحوم عشان اللحوم قد تكون سنائية الغرض زي اللحوم أو الأبقار اللي بتربع عشان خاطر اللحوم وأيضا الألبان زي الخراف اللي بتربع عشان اللحوم والأصواف زي الفراخ اللي بتربع عشان اللحوم والبيض وبالتالي لازم أعمل انتقاء للسلالات المحلية واعملها تهجين مع السلالات المنتخبة من الخارج عشان تديني أعلى الصفات في التخصص اللي أنا عايزه الناتج اللي أنا عايزه لابد دي حاجات خاصة بالحيوان نفسه أضم من ضمن الحاجات المهمة إن أنا لازم أعمل تجديد وإحلال للمصانع القديمة أو المجازر القديمة اللي أنا بشتغل فيها لأن غالبا بيحدث فقد في المجازر قد يصل إلى 25% من محتويات الزباح وبالتالي دي يعتبر إهضار بشكل عام أو كبير لجزء من الصروة الحيواني فلازم أعمل تجديد وإحلال في المجازر ليه؟ عشان أحد من الفائد في المجازر أثناء عمليات الزباح يبقى دي نقطة مهمة تحطها في ذهنك يبقى ده جزء من الأجزاء المهمة لازم أوفر كمان بعض القروض والتسهيلات لتشجيع صغار المربيين أو صغار المنتجين لعما الناس اللي هتربي للحيوانات في المزارع بتاعتها كمشاريع صغيرة أو للناس اللي بتعمل مصانع أو بتبني وتنشئ مصانع قائمة على صناعة اللحوم يتبقى جزء مهمة أوي وهو الربط ما بين البحث العلمي أو جهات البحث العلمي وصغار المربيين أو المنتجين في المصانع ويتبقى نقطة مهمة أوي أساسية وهي عبارة عن ترشيد الاستهلاك في اللحوم وإحنا بنستعرض كده هنتكلم على النقطة دي تعالوا شوف كده مع بعض يبقى أول حاجة التحسين البيئي للحيوانات المحلية يبقى لازم أوفر بيئة جيدة من مراعي خضراء أو علاقة جفة للحيوانات الموجودة عندي الحد من الفائد في المجازر أثناء النقل والتخزين يعني أنا بنقى الحيوانات أو بعد عمليات الزبح وأنا هخزن في المبردات أو المجمدات أيضا التحسين البيئي بتوفير المراعي الخضراء والعلاق الجفة زي ما احنا شايفين المراعي المفتوحة أو موفر العلاق المدفوعة للعلاق الجفة من ضمن الحاجات المهمة الاستفادة من جميع مخلفات المجازر وتصنعها إلى منتجات ذات قيمة اللي زي علي على رأسها الجلود خد بالك أن في بعض الدول اقتصادها قائم على صناعة الجلود اللي انت شايفها لي لأنها صناعة مهمة جدا أيضا من ضمن النقط المهمة تطوير وسائل حفظ وتصنيع اللحوم سواء عمليات التبريد عمليات التجميد عمليات التكفيف أو التكفيد أو الحفظ بالإشعاع ترشيد الاستهلاك دي من النقط المهمة جدا إزالة الحلقة المفقودة بين البحث العلمي وقطاع الانتاج نرجع مع بعض كده تاني حتة ترشيد الاستهلاك دي بنقولها كل أبنانا وبناتنا الطلب ومشاهدين يعني ايه كلمة ترشيد الاستهلاك عندنا بعض العادات السيئة في عمليات تناول اللحوم لو احنا هنتناول اللحوم سواء مرة أو مرتين في الأسبوع حسب مقومات كل فرد أو في اليوم على حسب أيضا مقومات كل فرد فعندنا مشكلة أن احنا ممكن نتناول كميات كبيرة جدا أثناء عمليات الأكل وبالتالي لازم تعرف أن المقرر الغزائي بيقبأ من حوالي 120 جرام إلى 160 جرام في الفرد البارغ في الوجبة الوحدة من اللحوم نقول الكلام ده ليه؟ لأن غالبا جسمك له شفرة ورصية في معدل الاستفادة من البروتين فهو مش هيستفيد إلا بالأحماض الأمينية اللي الشفرة الورصية بتاعت الجسم بتاعته بتنتصه من إيه؟ من حوالي 120 إلى 160 جرام من اللحوم وبالتالي الحمل الزائد من الكمية من اللحوم ده بيبقى حمل زائد على الجسم فيه عمليات التصريف وعمليات التخلص من الأحماض الأمينية في النهاية اللي قد تسبب بعض المشاكل فيه الكلا وتكوين الحصوات وبالتالي هنبنقول بترشيد الاستهلاك مش معنى كده أن احنا مش نعمل الاستهلاك ولكن نحنا نعرف المقرر الغزائي السليم في الوجبة الوحدة وبالتالي ده بيعمل لي عملية تنظيم في عملية تداول اللحوم بشكل جيد تعالوا نكمل كده مع بعض أنواع اللحوم سجل السؤال ده عندك السؤال آخر سجله في النوت دايما بيجي لي سؤال في الامتحان يقول لي من الشيوع الخاطئ اخسار اللحوم أو أن انت تحط اللحوم أو تضع اللحوم في كلمة اللحم الأحمر تاني شيوع خاطئ عند العامة اختصار اللحوم في كلمة اللحم الأحمر أو في نوع اللحم الأحمر بمعنى كل واحد فينا أول ما بنتكلم عن اللحوم بيتبادر في الصورة الزهنية عنده الجزار اللي عنده دائما اللحوم الحمراء وده شيوع خاطئ ده شيوع خاطئ ليه بقى اللي جبه بتاعته في الامتحان منقول يعتبر شيوع خاطئ اخسار اللحوم أو وضع اللحوم في خانة اللحوم الحمراء فقط لأن اللحوم لها أكتر من مجاميع من التصنيفات على رأسها أربع مجاميع رئيسية للحوم وبالتالي اللحوم ذات مصادر متعددة وغير مقتصرة على اللحم الأحمر فقط ولذلك هتلاقيني في الصورة اللي أنا جايبها لك في كلمة اللحوم أو أنواع اللحوم أنا جايب لك حاجات متعددة في الصورة نفسها عشان لا تقصر في الصورة الزهنية عندك الشيوع الخاطئ اللي هي تحويل اللحب إلى صورة اللحم الأحمر الفقط طب هي مصطر أنواع اللحوم لها أنواع متعددة آه لها أربع مجاميع رئيسية خد بالك رقم واحد مجموعة اللحم الأحمر اللي هي الصورة الزهنية اللي بتبقى موجودة عندك يبقى أول حاجة مجموعة اللحوم الحمراء بشكل عام طب هي مجموعة اللحوم الحمراء تحتها أنواع آه تحتها أنواع ولكن هنتكلم باستفادة بس بعد ما تعرف الأربع مجاميع الرأسية يبقى أول حاجة مجموعة اللحم الأحمر تاني حاجة مجموعة اللحم الداجيني اللي هو اللي احنا بنسميه ما بينقصين اللحم الأبيض اللي هي عبارة عن جميع أنواع الدواجل التي تربى في المنازل أو المزارع مجموعة ثلاثة اللي أنا بسميها مجموعة الأحياء البحرية تشتمل أصناف عديدة من الأحياء البحرية مجموعة أربعة اللي هي اللحوم السيت أو مجموعة اللحوم السيت دي اسمها المجميع الرئيسية للحوم يبقى أنا لما أقصر اللحوم في اللحم الأحمر فقط هو شيوع خاطئ هنتعرف بقى على المجميع دي بالتفصيل دلوقتي وبالصور عشان يبقى عندنا صورة ذهنية لكل نوع من أنواع اللحوم وبييجي المصدر بتاعه من الحيوانات سواء كانت برية أو بحرية أو داجينية أو اللحوم الحمراء تعالوا نشوف مع بعض كده على الشاشة بتاعتنا ويقول لك هناك شيوع خاطئ بين الناس وهو أن كلمة لحم تعني اللحم الأحمر فقط نعم ده شيوع خاطئ وهذا ليس صحيحا حيث تطلق كلمة لحوم على الكثير من اللحوم الأخرى بخلاف اللحم الأحمر وبالتالي يمكنهم تقسمها كالأتي رقم واحد اللي هي أول مجموعة مجموعة اللحوم الحمراء دي الصورة الذهنية اللي بتيجي في ذهننا اللي هي الشيوع الخاطئ أن اللحم مقتصر فقط على اللحم الأحمر مجموعة اللحوم الحمراء تعتبر هي أكبر مجموعة من حيث الاستهلاك وأشهرها لأن على رأسها أصناف عديدة اللي هي عبارة عن الأبقار، الجموس، الخراف، الضقن، الجمال وبالتالي يستلزم أن احنا نوضحها ونوضح إيه مجموعة اللحوم الحمراء زي ما هنشوفها مع بعض كده على رأسها رقم واحد لحم العجول الصغيرة الفيال تعال معي رجع لي هنا تاني عشان تبقى مركز أول مجموعة الرئيسية بالنسبة لنا هي مجموعة اللحوم الحمراء تحتها أصناف عديدة أو أنواع عديدة أو تحتها أنواع عديدة أولها مجموعة اللحوم أو العجول الصغيرة بسمها الفيال العجول الصغيرة اللي احنا ما بينقصين بنتعارف عليها في السوق بالبتلو تاني بالبتلو اللي هو عمره لا يتجاوز ستة أشهر اللي هو من عمره شهرين إلى ستة أشهر دي اسمها مجموعة اللحوم أو العجول الصغيرة البتلو خد بالك أن لها مميزات ولازم تعرف كل مجموعة إيه مميزاتها العجول الصغيرة اللي يلحم البتلو غالبا عبارة عن لحم طري مليء بقصرة بي الماء نسبة الكلاجين فيه مرتفعة وبالتالي المرأ بتاعه بيبقى ضعيف ولكن هلامي لأن نسبة الجيلاتين فيه بيكون مرتفعة من ضمن كمان القصاص بتاعته إن أثناء عمليات الطهي على النار لو زادت عن اللازم بيحدث فقد فيه الوزن اللي احنا بنسميه بالبلدي كل لحمة بتاعته بتكش بشكل كبير ولذلك بيتستلزم تسويته وقت قليل على ضراغات حرارة ليست مرتفعة عشان فيه كمية كبيرة جدا من الماء اللون بتاع اللحم العجول الصغيرة أو البتلو هو لون أحمر فاتح تاني لون أحمر فاتح نظرا لانخفاض كرات الدم الحمراء في البتلو يبقى دي سماء مميزات لحوم العجول الصغيرة البتلو لازم تعرف مميزات كل نوع من أنواع اللحوم اللي احنا بنستعرضها تعالوا نرجع مع بعض كده للشاشة بتاعتنا قدامك دي العجول الصغيرة أو البتلو يطلق عليها محليا البتلو يتراوح عمرها ما بين 2 إلى 6 أشهر بيتميز اللحم بتاعها باللون الأحمر الفاتح نسبة الدهن بتبقى وليلة مرتفع في نسبة الماء أيضا دي الأبقار البتلو بيقل وزنه نسبيا بالطهي مقارنة بالكندوز لكنه يعطي مرق جيد فاتح اللون زاد قوام هلامي لتحول النسيج الضام بتاعه إلى جيلاتين نسبة الجيلاتين فيه بتكون مرتفعة ده أول نوع من أنواع اللحوم الحمراء اللي هي لحم البتلو النوع الآخر اللي هو لحم الكندوز نرجع مع بعض تاني عشان نوضح لحم الكندوز اللي احنا بنسميه البيف اللي هي العجول الكبيرة اللي عدت عمر العام تصل إلى عامين تصل إلى ثلاثة أعوام ده بنسميه لحم الكندوز اللي هو اللحم التسمين أو عجول التسمين وبالتالي مميزات وهتبقى مختلفة يا مصدر عن لحم البتلو آه هتبقى مختلفة عن لحم البتلو رقم واحد لون اللحم بتاعه أحمر قاطم زاهي يا زاهي يا مائل إلى القطامة ليه؟ لارتفاع النسبة اللي هي مجلبين فيه أو كرات الدم الحمراء رقم اثنين مرتفع في نسبة الدهون رقم ثلاثة مرتفع في نسبة الألياف والعضلات رقم اربعة تعتبر النسيج الضام بتاعه أعلى من النسيج الضام في البتلو الصغير دي كلها مميزات لحم الكندوز وبالتالي لحم الكندوز قد يدخل فيه عمليات الطهي بشكل مناسب وقد يدخل فيه عمليات أشواء ولكن من مقاطع معينة في الزبيحة بيبقى ده تاني نوع من اللحوم تعالوا بص كده معايا على الشاشة بتاعتنا تاني نوع من مجاميع اللحم الأحمر لحم الكندوز هو عبارة عن لحم العجول البالغة أكبر من عام ولأعتبر هذا النوع هو الأكثر استهلاكا على مدار العام يتماز اللحم باللون الأحمر الزاهي إلى القرموزي قد يصل إلى القطامة يتخلله كمية متوسطة من الدهن لإكسابه الطعم المرمري ومن هنا يمكن معرفة مواصفات حيوان اللحم النموزالي خد بالك سجل السؤال ده كمان عندك يبقى احنا ماشيين مع بعض بنتكلم في الأسئلة اللي وارد تيجي في كل منطقة في الدروس بتاعتنا بيجي هنا يقول لي أذكر في الامتحان مواصفات حيوان اللحم النموزالي تاني أذكر مواصفات حيوان اللحم النموزالي هو حيوان اللحم النموزالي له مواصفات آه له مواصفات احنا بنجملها نقول إن حيوان اللحم النموزالي غالبا بنسميه كده شبه متوازي مستطيلات طلع له رأس هو له قوائم بمعنى إن رقم واحد لازم تكون منطقة الرأب عنده مكسوة باللحم ومندمجة مع الأكتاف يبقى رقم واحد منطقة الرأس مكسوة باللحم مندمجة مع الأكتاف اختفاء العظام الدبوسية في الكتف أو في المؤخر اتساع الصدر والمقدم للحيوان أو الرجول الأمامية مما يدل أن الصدر عريض اتساع محيط منطقة البطن وأيضا اتساع المسافة ما بين الأرجل الأمامية والأرجل الخلفية ايضا اختفاء زي ما قلنا العظام الدبوسية الجلد ملمسه ناعم والشعر ايضا ناعم ولامع دي اسمها مواصفات حيوان اللحم النموذجي تعال اشوف شكله ونشوف المواصفات اللي انا بقولها دي موجودة فيها على الصورة ولا لا يبقى رقم واحد فيه اندماج أعضاء الجسم زي ما انت شايف فيه الصورة في شكل حيوان اللحم النموذجي شكله تقريبا عامل زي متوازي المستطيلات له رأس وله قوائم عام بشكل متوازي مستطيلات محمول على اربع قوائم تعالوا نشوف كمان ايه من المواصفات موجود الرقبة خصيرة زي ما احنا شايفين ممتلئة باللحم خصوصا عند التحامها بمنطقة الصدر انت شايفها موجودة قدامك دي اللي هي الاكتاف او العظام الدبوسية الامامية ايضا من ضمن المواصفات المهمة الكتف مكسوب اللحم ومتناسق مع شكل الجسم وحجم الحيوان زي ما احنا شايفين ايضا الكتف مليء باللحم رقم اربع الظهر عريض ومستوي ومكسوب العضلات زي ما انت شايف ايضا في الصورة اللي موجودة عندي رقم خمسة منطقة الصدر والبطن كبيرتان ومنطقة الالية ممتلئة والعظام الدبوسية غير ظهرة طبعا دي نتيجة لاتساع المسافة مبين القوائم الامامية وايضا المسافة مبين القوائم الامامية والقوائم الخلفية للحيوان ايضا اربع الخلفية طويلة ومستقيمة زي افخات سميكة اللحن من الداخل ايضا مكسوب الى الخارج زي ما احنا شايفين الارجو المستقيمة قصيرة وقوية والمسافة بين الارجو الامامية واسعة دليل على اتصاع ساحة الصدر الجلد نعم ومرن رقيق والشعر لامع دي كلها اسمها مواصفات حيوان اللحم النموذي كده خدنا كم مجموعة عشان كل ابنان وابناطنا الطلبة اول مجموعة مجموعة اللحم الحمراء خدنا منها البتلو وخدنا منها الكندوز يليها في مجموعة اللحم الحمراء في الاستهلاك بشكل عام لحم الضقن او لحم الخراف خد بالك ايضا لحم الضقن او الخراف بنقسمه الى 3 انواع زي ما قسمنا لحوم العجول والابقار الى انواعين اللي هو كان عبارة عن البتلو والكندوز او الفيال او البيف ايضا بنقسم لحم الضقن الى 3 انواع اول حاجة اللي احنا بنسميه الحمل باول نوع من اللحوم في الخراف او الضقن الحمل الحمل ده اللي عمره لا يتجاوز العام ايضا هو اقل من العام بيبقى من حوالي شهرين الى 6 اشهر لا يتجاوز باي حال من احوال العام ده بنسميه الحمل ايضا اللحم بتاع الحمل هيبقى منقفض فيه نسبة الدهن ايضا مرتفع فيه نسبة الجيلاتين وبالتالي بيدي الشكل الهلامي ايضا اللون بتاعه بيبقى احمر فاتح المرأ بتاعه بيبقى مرأ جيد يمكن طهي العظام في لحم الخراف الصغيرة ايضا مع اللحم يعني ببنعملش عملية فصل وتشافي ده مميزات لحم الحمل يبقى الحمل اللي هو الصغير الذي لم يصل الى عام تعالوا شوف مع بعض كده الصورة بتاعت الحمل لحم الخراف الصغيرة ويطلق عليها الحمل وعمرها من 2-3 شهور لا تاخد بالك انه قد يمتد معايا الى اقل من العام بلون احمر فاتح دهن قليل ابيض اعظام رفيخة زي ما انتا شايفوا فيه الصورة النوع التاني او الجزء التاني لحم الخراف اللي بلغت عمرها العام وده بنطلق عليه او بنسميه الحولي وكلمة حولي جاية من اللغة العربية من حول والحول في اللغة العربية هو العام تاني الحول في اللغة العربية هو العام وبالتالي ده بنسميه الحولي خد بالك بقى ان ده هيتميز شوية عن الحمل بان لون اللحم بتاعه يبقى احمر زي نسبة الدهون هتبقى اعلى قليلا من لحم الحمل ايضا نسبة الانسجة الضمة هتبقى مرتفعة عن لحم الحمل طيب هو النوع التالت ايه بقى اه اللي عدى بقى العمر بتاعه من اكثر من عام الى عامين الى ثلاثة عمام اعوام يسمى فيه الانسة بالنعجة وفيه الزكر بالكباش تاني يسمى فيه الانسة بالنعجة وفيه الزكر بالكباش خد بالك ان النوع التالت اللي موجود معايا هيتميز عن لحم الحمل ولحم الحولي انه هيكون اكثر قطامة فيه اللون نسبة الدهون فيه الانسجة هتكون مرتفعة وهتكون الدهون كمان متغلغلة داخل الانسجة الضامة وهتدي الشكل المرمري او الطعم المرمري اثناء عملياتي اما الطهي او عمليات الشون ابا تالت نوع اللي هو لحم الخراف التي بلغت عمرها اكثر من العام قد تصل الى عامين يطلق عليها الكبش يتميز باللون احمر زاهي نسبة الدهن اعلى من اللحم الحولي دي تالت او تاني مجموع من اللحوم الحمراء ابا تحت المجموع الاولى اللحوم الحمراء نوعيا اول حاجة الابقار والجاموس تاني حاجة الخراف الضقن تعالوا نشوف تالت حاجة ايه تالت حاجة لحم الماعز جعلي بالصورة هنا وانا ليه ما ادركتش لحم الماعز تحت لحم الخراف لانه هي نوع منفصل من اللحوم واللي احنا بنسميها النيفة تاني النيفة والتي تصلح في بعض الاحيان لعمليات الشواء او الكباب او الكفتة وتشتهد بشكل كبير جدا مع الضقن في عمليات الزبح في المواسم والاعياد خصوصا في العيد العضحى المبارك يبقى دي نوع اخر من اللحوم الحمراء اللي هي لحم الماعز وبتنتشر بشكل عام في الارياف تعالوا نشوف مع بعض كده شكل الماعز يطلق عليها محليا النيفة يكتصر على المطاع المتخصصة في الشاي وكذلك في الارياف في المواسم والاعياد اه نوع مهم من اللحوم اللحم الجملي اللي هي الجمال تاني الجملي اللي هي الجمال وغالبا القبل او الجمال بتنتشر بشكل كبير ايضا في الارياف تعتبر من اللحوم العالية ايضا في الاستهلاك في الارياف ويعتبر منドمن الحاجات المميزة للحوم الجمال هي ارتفاع نسبة الأنسجة الضم وانخفاض في نسبة الدهون في اللحوم الجملي دي مواصفات اللحوم الجملي تعال نشوف شكل اللحوم الجملي دي جمال طبعا من اللي بستهلك في الأحياء الشعبية والأرياف بيتميز بالخشونة دي اللي هي ارتفاع الأنسجة العضلية الضم اللي هي الخشونة الملمس أو المضغ أثناء عمليات الأكل في معظم قطيات واستخدم في منتجات اللحم المفروم بشكل عام طيب كده أنا وصلت وختمت المجموعة الأولى اللي هي مجموعة اللحوم الحمراء يبقى إذن الشيوع الزهني للحوم الحمراء جاي من هذه المجموعة اللي هي عبارة عن الأبقار والجموس اللي منها صنفين اللي هي إما البتلو أو الكندوز تاني نوع في اللحوم الحمراء أو مجموعة اللحوم الحمراء اللي هي الخراف اللي منها يا إما الحمل اللي هو أقل من عام أو الحولي اللي وصل العام أو الكبش والنعجة اللي عدت سنها العام منها أيضا مجموعة الماعز اللي من سميها بالبلد النيفة أيضا الجمال المشتهرة في الحياة الشعبية والأرياف دي كلها على بعضها كده اسمها مجموعة اللحوم الحمراء تاني مجموعة اللي هي مجموعة اللحوم الدواجن خد بالك مجموعة اللحوم الدواجن هي غالبا اللحوم الداجني التي تربى في المنازل والمزارع تاني التي تربى في المنازل والمزارع لها أصناف عديدة آه لها أصناف عديدة ولكن قد يأتي سؤال في الامتحان وقولك فرق ما بين أو قارن ما بين مجموعة اللحوم الحمراء ومجموعة اللحوم الداجني أو الدواجن اللي هي مبين قصين للحوم البيضاء فرقم واحد اللحوم الدواجن هي الأسهل في الهضم والأعلى في القيمة الغزائية من ناحية البروتين تاني هي الأسهل في الهضم والأعلى في القيمة الغزائية من ناحية البروتين ولكن اللحوم الحمراء هي الاعلى في قراط الدم الحمراء وبالتالي تترجم الى نسبة الحديد عن اللحوم البيضاء نسبة الدهون منقفضة في اللحوم البيضاء ومرتفعة في اللحوم الحمراء وبالتالي بالتبعية نسبة الكولسترول في اللحوم الحمراء اعلى منها في اللحوم البيضاء دي كده مقارنة ما بين قبل ما نشوف مجميع اللحوم البيضاء او الداجيني ما بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء مميزات اللحم الاحمر ايه ومميزات اللحم الابيض ايه سواء في عمليات الهضم في عمليات الامتصاص في عمليات الطهي فتعتبر اللحوم البيضاء الاسهل هضما هي الاكثر استفادة وامتصاصا من اللحوم الحمراء الاعلى ايضا في القيمة الغذائية منقفضة في نسبة الكوليسترول منقفضة في نسبة الدهون ولكن اللحوم الحمراء تتميز بارتفاع محتواها من كرات الدم الحمراء وبالتالي تترجم الى الحديد في الجسم تعالوا نشوف كده مجموعة لحوم الدواجن على رأسها زي ما احنا شايفين طبعا القطاع الاشهر منها او العريض اللي هي عبارة عن الدجاج او الفراخ هو لحوم الطيور الداجنة وتشمل لحوم الدجاج والبط والوز الرومي والدجاج الحبشي والحمام والارانب تتميز هذه المجموعة بانها اسهل هضما زي مثلا زي ما احنا شايفين الدجاج والرومي خلي بالك ان ايضا يوجد منها القاتمة في اللون اللي بتكون اقصر صعوبة شوية منها في عمليات الهضم اللي هي عبارة عن البط والوز او الاوز كما ان هذه المجموعة تتميز بان اللحم والدهن يحتوي على نسبة عالية من الاحماد الدهنية الغير مشابعة مقاراتا باللحم الاحمر وبالتالي بتحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني الكامل زي ما احنا شايفين ايضا الحمام يعتبر من الحوم الداجنية الارانب من الحوم الداجنية او من الحوم الدواجن تعالي برضو وارجع معايا تاني المجموعة رخم تلاتة يبعنا كده ذكرنا مجموعتين كبار اللحم الاحمر واللحم الابيض او لحم الدواجن المجموعة الثالثة هي مجموعة الاحياء البحرية منها النيلية اللي هي بتربى فيه النيل والمياه العزبة او البحرية اللي بتربى فيه البحار او المياه الملحة منها اصناف عديدة سواء كانت اسماك او قشريات او اصداف لان فيه انواع عديدة جدا من سواء الاسماك او القشريات او الاصداف فانواع عديدة جدا فيه عمليات الاستهلاف خد بالك انها بتتميز بمحتوى عالي جدا من الفصفور عنصر الفصفور يهمني كمان انها مرتفعة في عنصر اليود وش معنى عنصر اليود يا مصدر لان عنصر اليود عنصر مهم الاطفالنا بيدخل فيه هرمون الجدة الدراقية السيروكسين الخاص بالنمو وبالتالي دايما بننصح كل مشاهدين وابنائنا وبناتنا الطلبة ان على الاقل يكون عندي في الاسبوع وجبة من الاحياء البحرية سواء كانت اسماك او قشريات نظرا لارتفاع محتوىها من اليود ارتفاع محتوىها من الفصفور ارتفاع محتوىها من فيتامين اي اللي احنا نسميه التيكفرول هذا الفيتامين الخاص بعمليات الاخصاب والتقاصر في الرجال او الاجهاض المتكرن في النساء ايضا من ضمن الحاجات المهمة مركب الاميجاسري المتواجد بشكل كبير جدا في الاحياء البحرية المنشط للزاكرة خصوصا عند الاطفال كل دي من صفات الاحياء البحرية تعالوا نشوف انواع الاحياء البحرية تشكل الاسماك الجزء الاجبر منها حيث يوجد ما لا يقل او لا يقل عن 240 نوع من الاسماك النيلية والبحرية الصالحة الاستهلاك الادامي زي ما انت شايف عندنا منها مثلا سبيل المثال البولتي عندك ده يعتبر انه من انواع الاسماك ايضا كما يوجد منها ذات الاصداف والقشريات عندنا طبعا الاستاكوزة وعندنا منها بلح البحر زي ما احنا شايفين وغيرها ايضا من ضمن الحاجات ايضا المهمة زي الصبيط زي الجنبري تتميز هذه المجموعة غيرها من اللحوم الاخرى بانها الاسهل هضما والاقل في الدهون المشبعة وارتفاع محتوها من الفيتامينات والاملاح المعدنية ارجع معايا تاني المجموعة الرابعة في اللحوم خدنا المجموعة الاولى اللحوم الحمراء المجموعة التانية لحوم الدواجن المجموعة التالتة لحوم الاحياء البحرية قلنا مميزات كل مجموعة قررنا ما بين مجموعة اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ايضا قلنا مميزات لحوم الاحياء البحرية ايه بقى يا مستر مجموعة لحوم الصيد مش معنى بقت مجموعة الوحدة خد بالك ان مجموعة لحوم الصيد قد تأتي منها اصناف من المجميع السابقة اللي هي سواء اللحوم الحمراء او الدواجن تاني اللحوم الحمراء او الدواجن زي مثلا لو قلنا الابقار والجموس في اللحوم الحمراء فانا عندي الابقار والجموس البري او الوحش على سبيل المثال لو قلت الارانب البرية في الدواجن فانا عندي الارانب البرية تاني سواء بقى اللي هي في مجموعة الدواجن اللي بتربى في المنزل والمزارع في عندي اللي هي البرية اللي موجودة في البرية عندي الحمام المنزلي عندي الحمام البرية طيب ما هي دي هو ده حمام وده حمام ده ارانب وده ارانب دي ابقار وجموس ودي ابقار وجموس دي ممكن ابط بري ووز بري وده ابط ووز بري وربا في المزارع اشمعنا اسمناهم الى مجموعة مستقلة واسمناها مجموعة لحوم الصيد اه لان لها مميزات في اللحم نفسه مختلفة عن هذه المجموعتين سواء اللي موجود في اللحم الحمراء او الدواجن اه ده ممكن يبقى ارانب برية ودي ارانب مرباة في المزارع ده ابقار وجموس بري وده ابقار وجموس موجود في المزارع في اختلاف اه في اختلاف رقم واحد ان النسيج الضام في حيوانات الصيد اعلى بكثير وخشنة في المظهر وخشنة في الطعم عن اللحوم الحمراء او الدواجن المجموعتين اللحوم الصيد بتتميز بانها لحوم اكثر خشونة منخفضة في محتواها من الدهون اقصر قطامة في اللون ليه ده يرجع ليه يرجع لطبيعة الحياءة البرية لان هذه النوعية من سواء الطيور او الحيوانات المرباة في البرية بتبزل مجهود عضلي كبير في عمليات الرعي او الاكل او المطاردات في بعض الاحيان وبالتالي بيتحول جزء من النسيج بتاعها الى نسيج ضام وعضلات خشنة في الملمس والطعم وبالتالي هي اكثر حدة وشدة في الطعم من لحوم المرباة في المزارع او المنازل من اللحوم الحمراء والدواجن ولذلك وضعناها في مجموعة منفصلة نظرا لان لها مميزات قصة في اللحم بتاعها لحوم الصيد تعالوا نشوفها كده مع بعض من امثلتها الحمام البري والسمان والبط البري والجموس الوحشي والغزلان والنعم وغيرها من الطيور الحيوانات البرية خد بالك ان دي في جزء كبير منها من ربيه في مزارع اه وبالتالي واكثر راحة بياخد طعام اكثر وفرة في البروتين والدهون وبالتالي بيديني لحم مار ماري لما بيربى في المنازل او بيربى في المزارع عما لو كان في الحياة البرية سجل السؤال ده عندك سؤال اخر بيجي في الامتحانات اذكر القيمة الغزائية للحوم اذكر القيمة الغزائية للحوم لازم تبقى عارف ومن ضمن اهدافنا في الوحدة تبقى عارف القيمة الغزائية للحوم رقم واحد اللحوم هي مصدر اساسي للبروتين الحيواني الكامل او الاحماض الدهنية الاحماض الامينية الاساسية تاني البروتين هو مصدر أساسي وكامل للبروتين الحيواني الكامل اللي هو الأحماض الأمينية الأساسية وتاني يا مصدر هو أساسية معناها النهية هي دي اللي باخدها بس بصرع عشان بقى أنت فهم الأحماض البروتينية أو البروتين بعد عمليات الهضم لي بيصل في النهاية إلى 20 حمض أمين منه أحماض أمينية أساسية وأحماض أمينية غير أساسية طيب ومعنى غير أساسية أن هي مش ضرورية يا مصدر لا اطلاقا الأحماض الأمينية الأساسية والغير أساسية هي أحماض لازمة للجسم لكن ليس منها هنا أساسية وهنا غير أساسية لأن الأحماض الأمينية الأساسية لا يستطيع الجسم تخلقها وبالتالي لازم تأخدها من مصدر خارجي وغالبا مصدرها حيواني تاني عشان بنتها الصورة الزهنية مش حمض اميني غير اساسي معناها ان ملوش اي قيمة وما بيستخدموش لا ده مهم جدا في الجسم ولكن انا سميته غير اساسي لان الجسم يستطيع تخليقه تاني الجسم يستطيع تخليقه وتكوينه اما الاحماض الامينية الاساسية الجسم لا يستطيع تخليقها وبالتالي بيحتاجها من الخارج وغالبا هي متواجدة في اللحوم الحمراء او اللحوم بشكل عام لالحوم او المجميع اللحوم الاربعة اللي ذكرناه وبالتالي هي مصدر مهم جدا للاحماض الامينية الاساسية اللازمة للنمو ده رقم واحد في القيمة الغزاية رقم اتنين اللحوم تمد الجسم بجزء من الطاقة النظرا لاحتوى على مزء كبير جدا من الدهون وبالتالي قد تمدك بـ 25% من احتياجاتك من الطاقة اللازمة لجسمك على مدار اليوم ايضا اللحوم مصدر مهم جدا للحديد ويكفي انك تعرف ان وجبة كاملة او وجبة من الحديد او وجبة من الكبد مية وخمسين جرام بتديك حوالي تمانية وتمانية من عشرة ملي جرام من الحديد تعالى كده الواحد اللحم مصدر ممتاز لبروتين حيواني الكامل اللي بيحتوي على جميع الاحماض الامينية اللي انت شايفة قدامك على الشاشة الاساسية واحتاج الفرض يوميا حصتين من اللحوم تحتوي من ستين الى تسعين جرام اللي هي اللي انا بتكلم عليها من مية وعشرين الى مية وتمانين جرام في الوجبة ايضا اللحوم او اللحم الاحمر بيحتوي على الحديد والنحاس الضروريان لبناء كرات الدم الحمرة بالجسم خد بالك من اللي موجود ده ان وجبة من الكبد او العضو الداخلي في جسم حوالي هو الكبد مية وخمسين جرام بتديك تمانية وتمانية من عشرة ملي جرام من الحديد ودي تقريبا احتياجاتك اليومية من الحديد واجبة بقى مماثلة من اللحم نفسه الاحمر او اللحم الدجيني خد تعطيك تلاتة وستة من عشرة ملي جرام اي ما يقرب من تلت احتياجاتك من الحديد يوميا ايضا اللحوم تمد الجسم بالطاقة زي ما انا شايف وجايب لك كده بعض من اللحوم وتخلغلة فيها جزء من الدهون وبالتالي بترفع جزء جبير جدا من الطاقة الاساسية اللي لازمة لك في اليوم من ضمن الحاجات المهمة او مجموعة فيتامينات به الهمة والواقية من الكثير من الامراض زي مثلا به واحد المضاد لمرض البري بري او به اتنين اللازم للنمو وبه سبع مضاد لمرض البغجرة وبه اتنشر مضاد لمرض الانيميا الخبيثة ايضا من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعرفها فيه الفيتامينات والاملاح المعدنية مجموعة الفيتامينات الزائبة في الدهون على رأسها فيتامين ايه المضاد للعشاء الليلي وفيتامين دال اللي هو اللي بيكون العزام اللي احنا بنسميه الكالسم تاني فيتامين دي او فيتامين دال المهم في تكوين العزام او الكالسم عندك ايضا فيتامين مهم جدا ان اتكلمت عليه في الاحياء البحرية اللي هو فيتامين ايه المضاد للعقم في الزكور والاجهاض المتكرر في الاناس من ضمن بقى الحاجات المهمة كمان مجموعة من العناصر المعدنية المهمة زي ما انت شايف السوديوم زي الماغنسيوم زي الفسفور زي الكالسم زي الزنك زي الحديد زي اليود دي كلها تعتبر من الحاجات المهمة جدا تاني كده بسرعة احنا خدنا النهاردة تعريف اللحوم خدنا القيمة الغذية للحوم خدنا جهود الدولة المبزولة في الارتقاء بالصر والحيوانية خدنا ما جميع اللحوم بشكل عام خدنا حوالي خمس او ست اسئلة بتيجي في المنطقة دي من الدروس او في الوحدة الاولى من تعريف اللحوم وتأسيم اللحوم ارجو في نهاية حلقتنا النهاردة نكون كل ابنائنا وابناتنا الطلبة ومشاهدين استمتعوا معانا على قناة مصر دي التعليم الفني كان معكم الاساس نبيل عبد الرؤوف معلم الصناعات الغذية ارجوكم ابقوا معنا